السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الرابع في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا المحافظة على الحاسب في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح أحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي وأنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية المحافظة على جهاز الحاسب الآلي من الفيروسات أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يعرف الطالب والطالبة الفيروسات التي تؤثر على سلامة أجهزة الحاسب الآلي ثانيا أن يعدد الطالب والطالبة كيفية حماية أجهزة الحاسب الآلي من الفيروسات أعزاء الطلاب والطالبات هيا نتذكر ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ماذا تعلمنا في دروسنا السابقة هيا تذكروا معي في دروسنا السابقة تكلمنا عن المحافظة على الحاسب الآلي من ماذا؟ من العوامل البيئية هيا نرى ما هي هذه العوامل البيئية وكيف نحافظ على الحاسب الآلي من هذه العوامل التي قد تؤثر به في دروسنا السابقة تكلمنا عن الغبار وقلنا الغبار من العوامل البيئية التي تسبب الضرر وتتلف أجهزة الحاسب الآلي أجهزة الحاسب الآلي هي أجهزة مهمة في حياتنا اليومية يجب علينا أن نحافظ عليها الغبار عندما يقع على أجهزة الحاسب الآلي ماذا يفعل بها؟ يرفع درجة حرارة أجهزة الحاسب الآلي فيصيبها بالتلفح والضرر إذن كيف نحمي أجهزة الحاسب الآلي من الغبار؟ دائما بعد الانتهاء من الحاسب الآلي نغطيه بقطعة من القماج لكي نحميه من الغبار حتى لا يتلف الحاسب الآلي ولا يصاب بالضرر ماذا عن أجهزة الحاسب الآلي المحمول؟ كيف نقيها من الغبار؟ وكيف نحميها من أن تصاب بالغبار؟ هيا نرى كيف نحمي أجهزة الحاسب الآلي المحمولة من الغبار دائما نحرص على وضع أجهزة الحاسب الآلي المحمول نعيدها ماذا؟ إلى حقيبتها دائما نضعها في حقيبتها هكذا نحميها من الغبار لأن الغبار يتلف أجهزة الحاسب الآلي أيضا في دروسنا السابقة تكلمنا عن السوائل وقلنا السوائل سواء كانت باردة مثل العصير والماء البارد والمشروبات الغازية أو الساخنة مثل الشاي أو القهوة إذا سكبت على أجهزة الحاسب الآلي تتلفها وتصيبها بالضرر كيف نحمي إذن أجهزة الحاسب الآلي من السوائل؟ دائما نحرص على عدم الأكل والشرب ونحن نستخدم أجهزة الحاسب الآلي دائما نضع أجهزة الحاسب الآلي في مكان بعيد عن المشروبات والمأكلات لماذا؟ لكي نحميها من أن تصاب بالأعطال لأنه كما أخبرتكم إذا انسكب عليها الطعام أو الشرب قد تتعطل وقد تتلف أجهزة الحاسب الآلي دائما نحافظ عليها ونحميها من العوامل البيئية تكلمنا عن الغبار وتكلمنا عن السوائل ماذا أيضا؟ كيف نحمي أجهزة الحاسب من العوامل البيئية؟ لدينا الصدمات عندما تتعرض أجهزة الحاسب الآلي إلى الصدمات ماذا يحصل لها؟ تتكسر وإذا انكسرت ماذا يحصل لها؟ تصاب بالتلف وبالعطل إذن دائما نحرص على حماية أجهزة الحاسب الآلي من الصدمات كيف ذلك؟ كيف نحميها من الصدمات؟ نحرص دائما على وضعها في مكان مناسب دائما نضعها على طاولة عندما نريد أن نعمل عليها وعندما ننتهي ماذا نفعل؟ نعيد أجهزة الحاسب المحمول إلى حقيبتها الخاصة ونضع الحقيبة في مكان مناسب حتى لا تقع نحرص دائما على أجهزة الحاسب الآلي أن لا تقع وأن لا تصاب بالوقوع والتكسر إذن تكلمنا عن ثلاثة عوامل بيئية قد تؤثر على سلامة أجهزة الحاسب الآلي أولا تكلمنا عن الغبار وتكلمنا عن الزوائل وتكلمنا عن الصدمات وتعرفنا كيف نحميها من أن تصاب بالغبار بأن نغطيها بقطعة من القماش أيضا نحميها من السوائل دائما لا نأكل ولا نشرب ونحن نستخدم الحاسب الآلي أيضا نحميها من الصدمات دائما نضعها في مكان مناسب عندما نعمل بها وإذ انتهينا من العمل نضع أجهزتنا أيضا في المكان المناسب حتى لا تتعرض للسقوط والتكسر أيضا تكلمنا في دروسنا السابقة عن المحافظة أيضا عن الحاسب الآلي ولكن من ماذا؟ دعونا نستمع إلى هذه القصة تكلمنا عن صديقتنا نورة طلبت المعلمة من نورة أن تعد بحثا عن الأزهار بدأت نورة واستخدمت جهاز الحاسب الآلي وبادأت بالبحث عنه الأزهار عبر مواقع الانترنت وأثناء ما هي تبحث ماذا حصل لجهاز نورة؟ تعطل تعطل جهاز نورة ولم يعد يعمل لماذا تعطل جهاز نورة ولم يعد يعمل؟ ماذا أصابه؟ أصاب جهاز نورة الفيروس ما هو الفيروس؟ هل هو مرض يصيب الإنسان؟ أم ماذا هو؟ الفيروس الذي نتكلم عنه في درسنا هو برنامج برنامج يدخل إلى أين؟ يدخل إلى أجهزة الحاسب الآلي ويصيبها بماذا؟ يصيبها بالعطل والضرر إذن الفيروس الذي نتكلم عنه هو برنامج ليس مرض يصيب جسم الإنسان بل هو برنامج يصيب ماذا؟ أجهزة الحاسب الآلي فيعرضها للأعطاء كيف إذن؟ يقوم الفيروس بتعطيل الحاسب الآلي وكيف يصيبه بالضرر؟ ما هو الضرر الذي يلحقه الفيروس بجهاز الحاسب الآلي؟ أولاً يحذف الملفات التي توجد على أجهزة الحاسب الآلي الفيروس قد يحذف الملفات أو الصور التي توجد على أجهزة الحاسب الآلي ملفات على شكل صور ملفات على شكل مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية أو نصية يقوم الفيروس بحذفها هذا هو الضرر الأول ماذا أيضاً يفعل الفيروس؟ سرقة البيانات الخاصة من على أجهزة الحاسب الآلي ما هي البيانات الخاصة بنا؟ مثل أسماءنا؟ عن عنوين منازلنا؟ أو ماذا أيضاً؟ أرقام هواتفنا؟ أو أرقام أرصدتنا في البنوك؟ أيضاً يقوم الفيروس بسرقة هذه المعلومات إذن نحرص دائماً على ماذا؟ على المحافظة من أجهزة الحاسب الآلي من الفيروسات كيف ذلك؟ هذا ما سنتعلمه اليوم سوف نتعلم كيف أحمي جهاز الحاسب من ماذا؟ من الفيروسات هيا نرى كيف أحمي جهاز الحاسب من الفيروسات أولاً ماذا أفعل؟ أحرص على تثبيت برنامج لماذا؟ لمكافحة الفيروسات أنتي فيروس دائماً أحرص على تثبيت هذا البرنامج إنه ماذا يفعل؟ يحمي جهاز الحاسب الآلي من أن تصاب بالفيروسات فكما تكلمنا قبل قليل الفيروسات تصيب أجهزة الحاسب الآلي بالضرر وبالعطل دائماً نحرص على تثبيت أحسنتم برنامج مكافح الفيروسات باللغة الإنجليزية أنتي فيروس أحسنتم أنتي فيروس دائماً نحرص على تثبيت هذا البرنامج وماذا أيضا؟ هل نفعل كما فعلت نورة؟ دخلت إلى مواقع غير آمنة؟ لا نحرص على ماذا؟ عدم الدخول إلى مواقع غير آمنة يساعدنا الكبار في ذلك إذا أردنا البحث عن أي معلومات نحرص على البحث عبر المواقع الآمنة دائماً نستعين بالكبار لمساعدتنا في عملية البحث إذن الخطوة الثانية عدم ماذا؟ عدم الدخول إلى مواقع ماذا؟ آمنة أم غير آمنة؟ غير آمنة قلنا ماذا أيضاً يساعدنا من؟ يساعدنا الكبار في عملية البحث فهم يعرفون أكثر المواقع الآمنة دائماً نحرص على الدخول إلى المواقع الآمنة إذن أولاً نحرص على تثبيت برنامج ماذا؟ مكافح الفيروسات أنتي فيروس الخطوة الثانية عدم الدخول إلى مواقع غير آمنة لدي الآن نشاط صغير هيا نقرأ نشاطنا ألون الإجابة الصحيحة النشاط رقم 1 ورقم الصفحة 399 يساعد برنامج مكافح الفيروسات على ماذا؟ على زيادة الفيروسات أم حماية جهازي؟ نلون الإجابة الصحيحة أحسنتم يساعد برنامج مكافح الفيروسات على حماية جهازي لونوها بألوانكم الجميلة نلون داخل الإجابة الصحيحة أيضاً النشاط رقم 4 في الصفحة 400 صل بين جهاز الحاسب وبين مكافح الفيروسات أين هو مكافح الفيروسات؟ الأنتي فيروس حتى نصل جهاز الحاسب الآلي إليه أين هي الصورة المناسبة؟ ابحثوا عنها أحسنتم هذه هي الصورة المناسبة نصلها بسهم لدي الآن توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثن ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشاموندر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا